وقد حرست الوزارة على تضمين هذا المشروع كافة الضوابط التي تعمل على تلافي السلبيات التي أظهرها تطبيق العمل لقانون العمل الحالي وبما يحقق التوازن بين حقوق العمال وسلطة صاحب العمل في تنظيم وإدارة منشأته وحماية العامل وتشجيعه على الالتحاق بالقطاع الخاص كما قامت الوزارة بعداد مشروع قانون بإنشاء محاكم متخصصة بشؤون العمال بهدف سرعة الفصل في القضايا العملية لأول مرة في تاريخ القضاء المصري يتضم النصوص تتيح تحقيق العدالة الناجزة في شأن الدعاوة العملية كما نص على اختصاص هذه المحاكم ولأول مرة بالنظر في الدعاوة المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم وكذا الدعاوة المتعلقة بالمنظمات النقابية العملية وتشكلتها إيمانا من الحكومة بتعزيز مبدأ الحرية النقابية وحماية حق التنظيم في ضوء أحكام الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 48 والتي صدقت عليها جمهورية مصر العربية وسأفيتم عرضه على الحوار المجتمعي قبل اتخاذ إجراءات استصداره السيد الرئيس السادة الحضور في ضوء مشاهدته هذه المرحلة من تزايد حدة المنازعات والاحتجاجات العملية والتي يرجع معظمها إلى عدم تفعيل صبل الحوار وقاليات التفاوض الجماعي فقد تفضل السيد رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تشكيل أول مجلس وطني للحوار الاجتماعي برئاسة وزير القوى العاملة وعضوية ممثلي أصحاب الأعمال والعمال ويختص برسم السياسة القومية لصبل الحوار وبحث أليات اتقاء منازعات العمل الجماعية وبناء تعزيز الثقة بين الشركاء الاجتماعيين وتأكيدا لدور هذا المجلس تضمن قرارة تشكيل إنشاء مجالس فرعية له على مستوى المحافظات يرؤس كل منها المحافظ المختص وتكون له ذات الإختصاصات على مستوى المحافظة بالإضافة إلى إيجاد الحلول العاجلة للعمالة التي تم فصلها ببعض المنشآت بالتنصيق مع اللجنة التي تم تشكيلها من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال في هذا الشعر كما حرسته ومنذ أن شرفته بتكليفي بوزارة القوى العاملة والهجرة على إنشاء مرصد ألكتروني يعمل على سرعة رصد الاحتجاجات العملية على مستوى المحافظات قارب على التشغيل الفعلي يسمح بالمتابعة الفورية والتدخل المباشر والسريع لإنهاء الأزمة في الوقت المناسب وقد تم ربط 18 مدرية للقوى العاملة والهجرة بجوان عام المحافظة بالوزارة حتى الآن السيد الرئيس السادة الحضور إن العاملين المصريين بالخارج في القلب من الحرقة العملية المصرية ومن القطعات الهامة التي توليها الوزارة اهتمامها فقد حرست الوزارة خلال الفترة الأخيرة في إعداد لقاء شهري تشارك فيه الجاليات المصرية في الخارج من خلال وحدة الاجتماعات عن بعد الفيديو كونفرانس وبحضور السادة الوزراء المعنيين الذين حرصوا على المشاركة الفعالة تلبية لدعوة الجاليات المصرية للإطلاع على مقترحتهم وخبراتهم العلمية في كافة المجلات التي تتفق مع أحدث مواصل إلهي العلم في تلك الدول وتزليل أي عقبات يتعرضون لها في الداخل والخارج بالتنصيق مع الجهات المعنية وفي هذا السياق تم إعداد مشروع قرار بتشكيل أول مفوضية عولية للمصريين في الخارج تعمل على ضمان كفالة حقوقهم وحرياتهم وتدعم سلطهم بالوطن الأمة مصر وتدعزم مساهمتهم من خلال ربطهم بالتنمية الشاملة بالإضافة إلى ربط الجيل الثاني والجيل الثالث بالوطن وتعميق الهوية المصرية لديهم كأحد المطالب الملحة التي طالب بها المصريين في الخارج لتكون قناة اتصال وتواصل بينهم وبين الحكومة المصرية كما تسعى الوزارة بالتنصيق مع منظمة الهجرة الدولية على استكمال إنشاء مكاتب استشارات الهجرة على مستوى المحافظات بهدف التوعية بمخادر الهجرة غير الشرعية والحد منها وخلق فرص عمل وتدريب من أجل العمل سوف يتم بدء التنفيذ فيه أوائل شهر مي القاضب بإذن الله بالإضافة إلى مشروعات تعمل على تحسين إدارة الهجرة في كل من مصر وليبيا وتونس للحد من البطالة وتوفيل فرص عمل للعائدين من تلك الدول ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز إدارة تدفقات الهجرة هذا إلى جانب التعاون مع منظمة العمل الدولية في تنفيذ مشروع المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والحوار الاجتماعي وتعزيز حقوق العمال والقدرة التنفسية في الصناعات التصدرية ومشروع الطريق إلى الأمام بعد الثورة العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس ومكافحة أسوأ أنواع أشكال عملية الأطفال وأخيراً ربط مكاتب المستشارين العمليين في الخارج بالوزارة لسرعة المتابعة وتوفير الوقت وإبداء الرأي في المشاكل التي قد يصدفها مستشارين العمليين والذي يتم تنفيذه بمشاركة مركز المعلومات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء السيد الرئيس السادة الحضور الكرام قد استطاعت الوزارة من خلال مكاتب التشغيل التابعة لها على مستوى المحافظات والبالغ عددها 317 مكتب بتعيين 25.726 طالب عمل بالقطاع الخاص من المسجلين بهذه المكاتب خلال الفترة من أول مارس 2014 وحتى 28 إبريل 2014 من بينهم 672 من زوج الإحتياجات الخاصة كما استطاعت هذه المكاتب توفير عدد 32.739 فرصة عمل في 11 محافظة بالقطاعين الخاص والاستثماري وقامت الوزارة بالإعلان عنهم في وسائل الإعلام المختلفة خلال الأسبوع الماضي وتم ترشيح عدد 16 ألف منهم حتى اليوم لشغل فرص العمل المرشحين عليها وجاري متابعة تسكنهم على هذه الفرص ومتابعة عقود عملهم والتأمينات والتحقق من شروط وظروف العمل اللائقة وترشيح الباقي منهم هذا إلى جانب الدوري الحيوي الذي تقوم به الوزارة من خلال وحدات العمالة غير المنتظمة 27 وحدة على مستوى المحافظات بالإضافة إلى الوحدة المركزية بالوزارة من تشغيل ورعاية وحماية هذه العمالة والتي تبلغ حوالي 2 مليون عامل وجدير بالذكر أن الوزارة في سعيها لإيجاد فرص العمل بالداخل والخارج قامت بتطبيق نظم المعلومات المتقدمة للتواصل مع أصحاب الأعمال والمواطنين الراغبين في العمل قامت الوزارة من أول يناير 2014 حتى اليوم بصرف 11.5 مليون جنيه لعدد 16.532 عامل في 120 منشآة متعسرة من صندوق إعانات التوارئ بالوزارة لمسانتد هذه المنشآت وإيقالتها من عسرتها حتى تتمكن من استئناف نشطها مرة أخرى كما سعت الوزارة بالتنصيق مع السادة الوزراء المعنيين لإنشاء هيكل مؤسسي على المستوى القومي لتوحيد منظومة التعليم الفني والتدريب المهني حيث تم إعداد مشروع قرار بإنشاء مجلس قومي لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ينبصق عنه مجلسين تنفيذيين أحدهما يعني بالتعليم الفني والثاني يعني بالتدريب المهني بالإضافة إلى مجالس فرعية على مستوى المحافظات وقد وافق مجلس الوزراء على القرار المعروض وجاري اتخاذ إجراءات استصداره عمال مصر الأوفياء أصحاب الأعمال الشرفاء النصر أو الشهادة هو العهد الذي قطعته الحكومة الحالية على نفسها حكومة المقاتلين كما يطلق عليها السيد رئيس مجلس الوزراء فقد أخذ على عاطقه أن تقتحم حكومته وهو من قبلها المشاكل التي تمثل حياة اليومية للمواطن والعامل وأن تلتحم معه في كافة المحافظات أو المصانع وأن تعمل على تخفيف معاناته وترفع عن كهله ما لا يستطيع تحمله وعندما طالب بمنح الحكومة وقتاً لضبط الأمور ووضعها في نصابها الصحيح أكد على أهمية العمل والإنتاج وحس ترفيها على وضع مصلحة مصر قبل أي مصالح خاصة كما حذر من أن يخترق صفوف عمنا من يفرق جمعهم أو يقود عزائمهم أو أن يعبس بمصالحهم من يرغب في تحقيق أغراض خاصة ترمي إلى وقف عجلة الإنتاج وتعطيل المصالح ونشر الفتن والشائعات وأحسب أنه قد آن الأوان أن يدرك ترفي العملية الإنتاجية حتمية وجود عقد اجتماعي جديد بينهما يشارك فيه كوادر مدربة على آليات الحوار البناء ومهارات التفاوض الجماعي تقول لها القدرة على تغيير المواقف من المواجهة إلى الاتفاق إن وطننا الغالي مصر ينتظر منا الكثير فلا تبخلوا عليه وهو في أزمته التي لن تطول بإذن الله فقد قدم إلينا ولأبناءنا الكثير ولن يجف عطاء أبدا السيد الرئيس السيد الرئيس إن عمال مصر الأوفياء يثمنون غليان قيادتكم الحكيمة ومواقفكم النبيلة في دعم واستكمال خريطة الطريق التي رسمها الشعب وحماها رجال الجيش والشرطة ببسالة حفظ الله مصر وحفظكم الله سيادة الرئيس وحفظ عمالها وجنودها البواسل أو فياء شرفاء نعتزي بهم مخلصين في إعادة بناء الوطن ومصر رمزا للحرية والعدالة والكرامة ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل عائلنا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تقتلنا به وعفو عن نوافر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصر على القوم الكافرين والسلام عليكم يتفضل السيد رئيس الجمهورية بتسليم الأوسمة والأنواط للمكرمين من قطاعات العمل المختلفة وسام العمل من الطبقة الأولى السيد فاروق شحاتة محمد العوضي السيد محمود عبد العزيز محمود الحمولي السيد معاز كامل عيسى السيد عادل محمد حسين حسن الصباحي اسم المرحوم عبد الفتاح محمود عزب أبو النور ويتسلم عنه شقيقه السيد عبد الله محمود عزب أبو النور السيد منير عبد الهادي إسماعيل فرج السيد محمد أحمد محمد عفيفي السيد المهدي علي محمد أبو الروس اسم المرحوم محمد عبد الحليم أحمد عبد الحفيظ ويتسلم عنه نجل السيد الهادي محمد عبد الحليم أحمد السيد ثروة عبد الحميد محمد الكافوري ثانياً نوط الامتياز من الطبقة الأولى السيدة إلهام عبد العزيز إسماعيل السيد عبد الفتاح عبد الغني عبد الفتاح السيدة إسماعيل السيدة إسماعيل السيدة إسماعيل السيدة إلا أننا نوقن أننا قادرون على المواجهة بأغلى ما نملك من موارد وثروات وهي سواعد وعقول أبنائنا الذين لا يسبق ولاؤهم لأرض مصر وطرابها ولاء آخر فقد فرضت علينا الظروف ألا يكون أمامنا إلا طريق واحدة وهي العمل كلمة السيد رئيس الجمهورية ترجمة نانسي قنقر بسم الله الإخوة والأخوات أتحدث إليكم اليوم في يوم الاحتفال بعيد العمال يوم تكريم